برضو سؤالها التانين هي بتقول وفي حد في الدنيا نقدر نقول حظ وحش انها تجوزت وبعدين كانت بتتعامل بالحسنة ومع اهل الزوج وهو لكن عاملوها معاملة وحش انتهى الامر الى الطلاق حكاية لما انا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عليه بانه الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير العليم يبقى انا تعرفت الى اسماء الله تعالى الحسنة وصفاته العلا عشان ما تهشي في المشاكل اللي ممكن تقابلني فتصرفني عن هذه المعاين الله رحيم يبقى مش هيعيشني في بؤس الله رحمن اوجد كل شيء واقام كل شيء في الوجود لخدمة الانسان بس على الانسان دور خلقه واوجد له عقل وأرسله رسل ورسالات واللي يستمر في عملية انه يفهم ويتعلم تزداد حكمته وبالتالي انا وانا ماشي في طريقي في الحياة الدنيا دي انا عارف ان انا في طريق كله امتحان وابتلاء على الانسان انه يجتهد ويأخذ بالاسباب مع الاياد المرفوعة بالدعاء المرفوعة الى السماء بالدعاء نسأل الله من فضله ونسأل الله التوفيق في سائر التصرفات والافعال ونعرف ان احنا مهما كانت عندنا الوسائل والاسباب اللي بناخد بيها نأخذ بيها عبادة لان الله امرنا ذلك فنسأله دوام التوفيق نسأله دوام المعونة والانسان بيحتاج الى ذلك فالداني عقل افكر به والداني شرع امشي على هدية الشرع قال لي انه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الارض وفساد عريض كما في احدى الروايات هل احنا ده لما جدرسناه هل ادينا لعقلنا وقت حتى ما اقول احنا ناس غلابة وإحنا ناس عقلي يشتغل لابد المؤمن انه طيب حصل وإحنا ما فكرناش نعرف انه ايه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام انه عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته صراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له الامان نصف صبر ونصف شكر يا صاحبة السؤال وسل الله من فضله بان يرزقك زوج صالح لا يؤذيك ولا يخزيك ونسأل الله تعالى لك ذلك وان يعطيك ما تتمنين وفوق ما تتمنين اللهم امين يا رب العالمين